في ظل انتظار الأسواق الإماراتية والمساهمين الذين يتداولون في سوق أبوظبي لعملية أو الاكتمال عملية الدمج بين كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الجهة المستحوذة التي تم إقرارها دعونا نلقي نظرة على أبرز البيانات المالية التقديرية لكل البنكين خلال نصف الأول من هذا العام مع التذكير بأنه تم تحديد السعر الاسترشادي وذلك هو لسعر إغلاق سهم بنك أبوظبي الوطني حتى تاريخ 30 يونيو من هذا العام البداية مع أرباح التقديرية لكل البنكين بنك الخليج الأول والوطني في النصف الأول من هذا العام وصلت إلى 5 مليارات و300 مليون درهم إماراتي الحصة من أرباح بنوك أبوظبي بالمجمل لكل البنكين يستحوذان على 48% من مجمل الحصة بينما نجد الاتحاد الوطني 8% أبوظبي الإسلامي 9% وأبوظبي التجار 19% تتوزع الحصة المتبقية على البنوك الأخرى ماذا عن مجمل بنوك الإمارات حصة كل البنكين تصل إلى 29% من هذه الأرباح بينما بنك الإمارات دبي الوطن الذي يعد أيضا كيان هام جدا مصرفي حدود 20% دبي الإسلامي 10% أبوظبي التجار 12% ويتبقى 39% البنوك الأخرى هذا بالنسبة للحصة من الإرادات التقديرية ماذا عن حصة الإرادات التقديرية تأتي مجمل إرادات لكل البنكين إما من إرادات الفوائد أو من طبعا عمليات التمويل الإسلامي نهيكم عن الإرادات التشغيلية نلقي نظرة عليها لدينا لكل البنكين تجتمع بحدود 9 مليارات و800 مليون درهم إماراتي من مجمل حصة البنوك في الإمارات 41% وتتوزع الحصة كما نلحظ على بقية البنوك في أبوظبي أما من أسواق الإمارات أو البنوك الإماراتية بالمجمل تصل الحصة إلى ربعها تقريبا 24% إذن حتى الآن البيانين المختلفين أتياء بنصف هذه الحصة في أسواق أبوظبي ولكنها الربع في مجمل حصة أسواق الإمارات القروض التقديرية لكل البنكين بلغت مجمل القروض التقديرية في نصف الأول حدوث 356 مليار و300 مليون درهم فيما يتعلق بنشاط البنوك يعني كون ما تزال القروض هي أقل من حجم الودائع لكل البنكين هذا يعني أنه سوق الإقراض ما يزال يحتاج إلى التحفيز أو لا يوجدون لك طلب قوة ولكن مع ذلك نجد أنه لدينا بعض من الأرباح المجمعة المحتجزة لكل البنكين تبقى لدينا في دائرة الاحتجاز 13 مليار و700 مليون درهم كل البنكين يحتجزان حصة من قروض بنوك أبوظبي تصل 45% تقريبا أو من نصف بينما من نجمل قروض أسواق الإمارات أو بنوك الإماراتية 27 في المئة ماذا عن حال الودائع؟ لنجد بأن الودائع في كيلة البنكين كما ذكرنا تتفوق على القروض 382 مليار و900 مليون درهم وحصتها من بنوك الأبوظبي 46 في المئة بينما تصل ل27 في المئة من مجمل حصة بنوك الإمارات هذا بالنسبة لطبعا ذكرنا الودائع ماذا عن الأصول التقديرية لكيلة البنكين؟ تصل مجمل قيمة الأصول لكيلة البنكين حدود 660 مليار و900 مليون درهم إماراتي وفيما يتعلق من حصتها من مجمل الأصول في أسواق أبوظبي حدود 50% وبالنسبة لبنوك الإمارات 30% وسيكون بذلك طبعا هو الكيان الأكبر من ناحية قيمة الموجودات في هذا الكيان بعد كيان بنك الإمارات دبي الوطن الذي كان يشكل حتى قبل هذه العملية من الاندماج الكيان الأبرز لدينا كقطاع مصرفي في الإمارات المعلومات التقديرية الأساسية نلقي نظرة عليها عدد الأسهم للمجموعة بعد الاندماج 10 مليون و800 مليون سهم المساهمين لديهم حصة من بنك الخليج الأول المستحوذ تم تسميته كمستحوذ 52% بينما بنك أبوظبي الوطني 48% وذكر السعر الاسترشادي لساهم بنك الخليج الأول في إغلاق 30 يونيو 2016 و12 درهم و60 في استمع اعتماده وذكر من جديد أيضا ماذا يتعلق طبعا بالحقوق حقوق المساهمين والعوائد عليه العائد على متوسط الأصول يصل إلى 19 نقطة مئوية بينما العائد على متوسط حقوق الملكية 6.1 في المئة هذا فيما يتعلق بأبرز المعلومات التقديرية لكل البنكين في النصف الأول من هذا العام وإلى حين اكتمال عملية الدمج سنتابع إلى أي مدى سيشكل هذا الكيان المصرفي الجديد في دولة الإمارات الكيان الأكبر ربما حتى في منطقة الشرق الأوسط